السلام عليكم. هنحضر مع بعض النهاردة روزي ريزو. وكمان عليك قطعة المقرمشة. بطريقة بسيطة جدا. لو او مرة تشوفوني انا دينا. بتنسوش تنزلي تشترك في القناة. ويلا بينا نبدأ وصفتنا على طول. اول حاجة عندي هنا صدور الفراخ. انا مقطعها بالشكل ده. او اه ممكن تجيبي بتقطعة بس اللي بتبقى اه في صدور الفراخ. او لو مش متاح عندك قطعي السادر الفرخة بالطريقة دي. هنحضر لها تدبيلة كده بسيطة. عندي معلقة صغيرة من الملح والفلفل والبابركة والتوم والبصل بودر والبهرات السبعة. هضيف كده اه صدور الفراخ وهضيف عليها الملح والفلفل والبابركة والتوم والبصل بودر والبهرات السبعة. وهضيف كمان معلقتين كبار من الخل. وعليهم كمان معلقتين كبار من السويا سوس الفاتح. تمام? بيبقى حلوة او في التدبيلات. فهحط معلقتين كبار من السويا سوس. هسيب لكم مقدير كلها في صندوق الوصف هقلب صدور الفراخ معي في التدبيلة كويس جدا عشان تتوزع التوابل كلها على الفراخ بالشكل ده كده تمام وبعد كده هسيبها بقى في التدبيلة كل ما بتفضل في التدبيلة كل ما بتتشرب من الطعم اكتر فهسيبيها كده على الاقل ساعتين وبعد كده ارجعها اشتغل فيها نحضر بقى مع بعض الرز عندي هنا معلقتين من السمنة او الزبدة وعليهم معلقة من الزيت هضيف عليهم بصلايا مقطعوها آآ صغير جدا ناعم زي ما انتم شايفين كده البصل مش هحمر ولا حاجة انا يدوبك بس يقلبت كده يدبل بس بسيط وهضيف عليه مكعب من مرقة الدجاج مقادير الرز ديت لكبيتين ونص من الرز المصري عشان لو هتضع في الكمية فانتي هتضع في كل المقادير اللي هنحطها فانا حطيت بصلايا حطيت عليها مكعب من المرأ وهضيف كمان معلقة كبيرة من آآ صوس الباربيكيو وكمان هضيف معلقة كبيرة من الكاتشاب تمام دي لكبيتين ونص من الرز معلقة كبيرة من الكاتشاب ومعلقة كبيرة من آآ صوس الباربيكيو وهضيف كمان معلقة كبيرة من السويا صوس تمام هنضيفه برضو آآ في آآ خلطة الرز هقلب كده بقى السوس بتاعنا ده مع بعضه كده. ويدوبك كده وبدأ يغلي بس حاجة بسيطة. هنزل بقى عليه الرز كوبايتين ونص من الرز المخصول. ويمصفيات كويس. ده الرز المصري. ممكن تقدر تعمليه باي نوع رز تحبيه. بس طبعا كل رز بيختلف في كمية السوال اللي هو عايزها. يعني الرز المصري هنا هياخد معنا كوباية الرز بتاخد كوباية من المية. تمام? هقلب بقى الرز كده الاول مع السوسات كلها. ياخد من الطعم بتاعها. انا ما ضفتش اي ملح خلص لان مرقة الدجاج فيها ملح. فلما هزود المية هدوق كده واشوف محتاج ملح ولا لأ. تمام? لو حبيتي تزودي آآ رز عن كده فزودي برضو بمرقة الدجاج شوية عشان بتدي طعم حلو قوي. ضفت هنا كمان آآ معلقة كده صغيرة من الكاري او رشرة من الكاري ورشرة من البابريكة عشان تدي لون حلو. وهقلب برضو الرز بتاعي برضو كده وانا نسم علي النار انا ما وطتش النار لحد دلوقتي. آآ بعد ما اقلب الرز كويس مع التوابل هضيف بقى المية بتاعتي تكون آآ مغلية. وكمان هغطي بيها الرز زي ما هتشوفه دلوقتي. بس ما زودش المية زيادة قوي. عشان اصصات آآ ما تخليش الرز يعجل معاك. تمام? يعني ممكن الكوباية الرز تاخد اقل من من الكوباية برضو. في وصفة الرز دي بس. تمام? وكمان وصفة الرز دي هنحاول كل شوية ان احنا هنقلب الرز عشان آآ رصوصات دي ما تخليش الرز يلزق مننا من تحت. فانا هديله تقريبة كده. واول ما هيغلي انا لسه معاليا النار. اول ما هيغلي زي ما انتم شايفين دلوقتي هخلي النار متوسطة. وهسيبه بقى لحد ما يتشرب شوية. بعد ما تشرب كده هوطي النار لفوق. يعني هو بقى خلاص بدأ يتشرب هو خلاص فاضل فيه شوية مية صغيرين. هوطي بقى النار على الهادي خالص لفوق. وهسيبه يستوي براحته. وكمان في النص كده قلبته تقليبة عشان برضو ما يلزقش مني لتحت لان الصوصات دي سهل قاوت خليه يلزق منك آآ في الحل. هوطي بقى النار عليه خالص وهسيبه يستوي براحته. نجي بقى نعمل بتاع الااا بتاعنا النهاردة. عندي كباتين من الدقيق وعندي هنا كباتين من الماء. الدقيق هضيف على كباتين الدقيق آآ معلقتين آآ كبار من النشا. ورشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود. وعندي برضو رشة من البابريكا ورشة من الكركم. النشا هتخليه ما ارمش معيكي قوي من برا. لو عايزة تقليلي النشا شوية بس هي بتخليها ما يشربش الزيت وكمان بتخلي بتدي ارمشة حلوة قوي في الطبقة من برا. والتوابل بقى تخلي طعم الطبقة من برا كيه طعمها حلو. هجيب قطعة آآ الفراخ وبعدين هحطها آآ في الدقيق تاخد كفر بسيط وهدين نحطها في الماء ونرجحها تاني آآ نخبطها بقى بالشكل انتم شايفينه ده نقط نخبط فيها كده عشان تعمل الشكل اللي هو بيبقى شكل الكريزبي كزا اللي بنشتريه جاهز من برا. حواريكو دلوقتي شكله ازاي. تمام? هعمل واحدة معاكو تاني بنحط طبقة آآ من الدقيق بسيطة وبعد كده بندخلها في الماء ونرجع نخبط فيها في الدقيق. اهم حاجة عندي يكون الزيت عندك على النار جاهز ان انت هتطلعيها من الدقيق هتحطيها آآ في الزيت على طول. ما ترك نهاش وتعملي الكمية كلها وبعدين ترجع تبدأي تقليها لانها آآ مش هتطلع بقى كريزبي وقرمشة زي ما هتطلع معانا دلوقتي. تمام? فانت هتعملي وتنزلي على طول الزيت يكون آآ سخن معاكي. الزيت يكون سخن كويس جدا. هنزل الكمية بتاعتي كلها. وبعد ما نزل الكمية هوطي النار آآ تكون متوسطة. يعني اول حاجة الزيت بيبقى سخن كويس خالص معايا قبل ما نزل الفراخ. بعد كده بنزل كمية الفراخ كلها. وبعدين بوطي النار تكون متوسطة. لحد ما الفراخ كده تبدأ تستيقى معايا. وبرجع تاني اعلي النار قبل ما يطلع الفراخ. عشان تطلع معاكي مقرمشة. لان لو فضلتي موطيها النار هتطلع معاكي شربة زيت وطرية. فانت احنا هنوطي النار في النص هنوطيها اللي هي تبقى متوسطة مش اللي هي تبقى اه وطيها خارس يعني. آآ وبعد كده في الاخر او بقلبها تقليبة كده. وبقى معايا بقى مقرمشة زي ما انتم شايفين كده. ووقت اللون الدهب الحلو اللي انتم شايفينه ده. واهم حاجة برضو زي ما قلنا بعد ما هنحطها في الدقيق هنبتدي على طول نقليها في الزيت. مش هنركنها. تمام. هطلع بقى الكريزبي بتاعنا زي ما انتم شايفين. آآ مقرمش وحلوة قوم ستيو من جوه. يلا بقى نشوف الرز بتاعنا كمان آآ طفين عليه. هوريكو بقى ازاي آآ انا قلبته. هو مفلفل معنا ازاي مع الجنش. حلو قوي وتعمو زي بتاع بره بالضبط. شايفين? الرزايا مفلفلة مش مع الجنة معانا ولا اي حاجة خالص تبيها واطي النار عليها وهدي النار خالص لفوق لحد ما تستوي كويس معيك. وبعد كده هنجيب بقى طبق بتاعنا وهنحط بقى الرز مقطع الفراخ عليه. وهضيف عليه بقى على الوش آآ سوس آآ باربيكيو وكاتشاب. لو حبة تعملي السوس اللي بره فانتي هتحطي الكاتشاب على الباربيكيو على معلقة من الصية سوس على معلقة من العسل. وقلي بيهم تقليب على النار ووضفيهم بقى على بعض لو عايزة تحطيهم على بعض. لو مش حبة ممكن تحطي زي ما انا حطيت كده الكاتشاب والسوس الباربيكيو. وبس كده بالف هانا يا ربي كون الفيديو عجبكم واستفدتم منه. ما تنسوش لايك للفيديو لو عجبكم وشير كتير لاصحابكم. واشتراك كم القناة لو رسا ما اشتركتوش عشان يوصل لكم كل فيديو جديد اول باول. مع السلامة.